في هذه الأثناء أحكمت المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد طارق صالح سيطرتها على مواقع وصفت بالاستراتيجية في مثلث البرح غربية عز ونفذت مقاتلات التحالف العربي غارات ضد مواقع المتمردين في المنطقة مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المتمردين وتدمير آليات عسكرية لهم كما أعلنت المقاومة الوطنية أسر قياد حوثي وهو المشرف الميداني للميليشيات في مديرية الوازعية معنا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجية اليمنية العميد جميل المعمرية أهلا بك سيدة العميد معنا على سكا نيوز عربية سيدة العميد بداية طبعا تطورات كبيرة في تلك المناطق ما أهميتها كيف تقرأ هذه الأهمية وأيضا وجود العميد طارق صالح وهو ابن أخ الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجوده مع المقاومة يعني فعلا هناك تقدم كبير لم يكن يحدث من ذي قبل كيف تقيم هذه المسألة بسم الله الرحمن الرحيم أولا من خلال المعارك التي حدثت خلال اليومين الماضيين أو الأيام الماضية أعتقد بالنسبة لأهمية المعركة تعتبر المعركة هامة جدا كون الآن قوات حراس القمهورية التي يقودها العميد طارق صالح تحظى أولا بترحيب شعبي كبير من قبل ابناء المناطق التي يصلون إليها كون الأخ طارق ابن أخ الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يعتبر هو الشخص الوحيد الذي تحبه كل القماهير اليمنية وتأثرت كثيرا بعملية تصفية من قبل هذه العناصر الإنقلابية اليوم طارق صالح يعتبر الأمل الوحيد لهم للخلاص من تلك العصابات فالمعركة التي يقودها تعتبر معركة هامة جدا كون أولا اتقاهها كون المناطق التي بدأ فيها سواء في منطقة الساحل أو في المناطق الغربية لمدينة تعز لأن مثل هذه المعركة أولا ستكون لها أهمية كبرى في عملية كسر الحصار عن مدينة تعز وربط مدينة تعز بالمناطق المحررة في الساحل الغربي الشيء الآخر الذي له أهمية كبرى أنه سيقوم بعملية قطع الإمداد عن القيوب المتقدمة والتي تهدد الطريق الواصل سواء من عدن إلى هيقة العبد إلى المناطق الحقرية وأيضا قطع الإمداد عن القيوب المتقدمة في منطقة الوازعية من خط مقبنة السيطرة على مقبنة يعتبر أن خطوط الإمداد ستقطع ولن يكون من مقال لهذه القيوب إلا التسليم سيتم السيطرة على المنطقة بشكل كامل فالمعركة في هذه النقطة بالذات هامة جدا أيضا سيكون لها تأثير إيجابي كبير في دعم قبهة القراحي التي تعتبر هي من المناطق الآن المتاخمة لقوات الإنقلابية أو في مناطق المواقهة وكون مقبنة تعتبر هي مناطق تهديد لقوات الشرعية في تلك المنطقة التي يمكنها أن تشكلها عملية قلق من الخلف لكن وصول قوات الحراسة القمهورية والشرعية إلى هذه المناطق سيعمل على دعم دباهة القراحي بشكل كبير جدا وأيضا نلاحظ أيضا أن قوات الشرعية أيضا المتواقدة سواء في منطقة المعافر أو في منطقة الكدحة التابعة لمديرية المعافر الآن بدأت تشكل داعم مشترك وأشتركت اليوم في معارك مشتركة مع حراسة القمهورية ضد العناصر القلابية أي أن المعركة اليوم أصبحت معركة واحدة لكن سيادة العميد دعني أتدخل معك هناك حديث كبير الآن العميد طارق صالح من أكثر القيادات هو كان مسؤولا أمنيا طبعا مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح ثم أصبح مع الشرعية بعد مقتل الرئيس السابق هنا أريد أن أسألك قيادة أهل المقاومة بعيدا عن الجيش الوطني هناك حديث كبير هناك يعني اختلاف بينه وبين طبعا حزب الإصلاح يد الإخوان المسلمين في اليمن وهم مشتركون في العملية الشرعية لكن هذا التقدم إلى أي مدى يجب أن يكون مدعوم من قبل القوات الشرعية من قبل رئيس عبدالربو منصور هادي بشكل أقوى لكي يحقق مزيد من التقدم طبعا بالنسبة للخلافات أنا أعتقد أن النقاحات التي يحققها اليوم العميد طارق قد تكون سببت لدى البعض أو أحرقت البعض الذين لديهم دعم منذ أكثر من ثلاث سنوات وهم لم يحققوا أي انتصار واليوم أصابتهم الغيرة ويحاولون إفشال العميد طارق لكي يظهرون أيضا أنهم كلهم بنفس المستوى أي كلنا فاشرين لكن العميد طارق اليوم حقق إنقازات تذكر حقق انتصارات كبيرة ويتقدم الآن بخطة ثابتة فيجب على الجميع أن يتناسى الخلافات الهامشية وعلى الجميع أن يتحد تحت راية واحدة من أجل القضاء على هذه العصابة يجب أن نترك خلافاتنا الحزبية جانبا يجب أن نترك الخلافات أو مصالحنا الشخصية بمعنى أصح جانبا يجب التوقف عن المتاقرة بالحروب من قبل من تاقروا بالحرب خلال الفترة الماضية ويتقه اليوم في صف واحد من أجل إنقاذ ما تبقى من القمهورية قبل أن تسقط كل شيء اليوم لم يعد لدينا من أمل غير الأخ العميد طارق بقيادته أو قوات حراس القمهورية الذين اليوم يتحركون بخطة ثابتة من أجل إنقاذ ما تبقى من القمهورية هؤلاء ليس لديهم مصالح شخصية تحركاتهم أو اختلافهم مع القيش الوطني أو غيره ليس اختلاف شخصي ولكن من أجل وطن أشكرك أنا معي من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد جميل المعمري شكرا جزيلا لك وما زلنا مع الشائن اليمني مع استمرار الحصار المفروض على تعز أفاد تقرير حقوقي يمني بأن ميليشيات الحوثي قتلت حوالي ثلاثة ألاف مدني في المحافظة كما قدم التقرير صورة موسعة بشأن تداعيات الحصار الذي يفرضه المتمردون مع تخطي حصار ميليشيات التمرد لمدينة تعز حاجز الألف يوم تخطى عدد ضحايا الحرب والحصار على المدينة الثلاثة آلاف قتيل ولا يبدو أن المحاصر قد اكتفى من دم ومعاناة المحاصر فبين إمعان الأول في القتل والتدمير وإصرار الثاني على الصمود والتحدي تتكشف الأرقام ثلاثة آلاف مدنيين بينهم ستمائة وثمانين طفلا وثلاثمائة وواحد وسبعين امرأة لقوا حتفهم برصاص قناصة الحوثي أو شضايا ألغامه أو قذائف مدفعيته التي تقصف الأحياء السكنية والمنازل دون كلل منذ ثلاثة عوام تلك أرقام ضمتها جربات تقرير صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وهو منظمة يمنية مختصة ضم تقريرها أرقام أخرى صادمة منها أن عدد الجرح والمصابين من المدنيين بقصف ورصاص الميليشيات الموالية لإيران بلغ ما يقرب ستة عشر ألفا بينهم ألف وستمائة وخمسة وخمسين طفلا وألفان وأربعمائة وخمسين امرأة في تعز وعن ألغام الميليشيات يقول التقرير إنها حصدت أرواح زهاء سبعمائة مواطن بينهم اثنان وثلاثون طفلا وأربع عشرة امرأة وتسببت بإعاقات دائمة لألف ومائة وثلاثين مدنيا بينهم نساء وأطفال ورصدت تقرير زهاء المائتي حالة اختطاف ومائة وسبعا وستين حالة إخفاء قصري وسبعا وثمانين حالة تعذيب أفضأ إلى موت أو إعاقة دائمة يفيد التقرير بأن الميليشيات تمنع دخول الغذاء والدواء إلى تعز والمواطنين من التحرك بحرية مضيفا أن إجمال الانتهاكات التي طالت الممتلكات العامة بلغ أربعمائة وخمسين انتهاكا وزهاء الألفين انتهاك طال نظيراتها الخاصة بين تدمير بالقصف أو نسف أو تفجير وبينها منازل مواطنين كثر خجر منهم الآلاف عن منازلهم أرقام وتقارير تضاف إلى مثلاتها كثيرة وواقع لا يتغير إلا فيما يتحرر من مناطق وأحياء في تعز وريفها بينما تبقى أخرى تنتظر